طيب النادي الأهلي ناجح ومستقر وعنده تقاليده وعنده جمهوره ومبسوط انت عاوز تصدر مشاكل وهمية للنادي الأهلي ليه؟ لما نتكلم وندي نصايح للأندية المتعثرة واللي عندها مشاكل مالية وإدارية عشان نقدر تركز يعني في مشاكلها وتحلها والله العظيم بنتكلم بمنتهى المصدقية يعني اصلا انا محتاج ان انا الاقي ناس بتنافس لأن المشهد ده كله بيوديني لسكة ان انا وبعدين مشهد متكرر بيحدث كل فترة لأنه في ناس بتبقى عايزة يعني يرتفع اسمها او تاخد شهرة على حس اسم النادي الأهلي تدقوني طول ما الاندية سايبة مشاكلها ومركزة انها تصدر مشاكل للنادي الأهلي عمرهم ما هيرجعوا للمنافسة تاني عمرهم حد هينفس النادي الأهلي لأن النادي الأهلي خلي بالحضراتك النادي الأهلي لا ينظر لكل هذه الأحداث النادي الأهلي زي ما شفتم برح كابتن وليد سليمان رح اسكندري عشان يشوف معسكر الناشئين كابتن خالد بيبو بيجتمع يوميا مع كل المسؤولين لأنه طبعا عنده إدارة للكرة كبيرة جدا تحته فبيجتمع مع الجميع وبيعرف كل واحد طريقته في شغله عاملة ازاي النادي الأهلي شغال وبيجهز لبداية الموسم اللي جاي والسفرية هتروح ازاي وهنعمل ايه وحنروح فين محدش بينظر عشان كده النادي الأهلي بينجح عشان كده النادي الأهلي بيستمر محدش بيتكلم في كل هذه الأمور ده شغلي فلازم اطلع اتكلم فيه لأنه انا متأكد انه على الجانب الآخر يعني مستحيل ده يهز النادي الأهلي لأنه جمهوره في دهره وإدارته هي الإدارة الأفضل في مصر بالنتائج وبالأرقام اشتركوا في القناة